السابع من أكتوبر لم يكن يوما عاديا استفاق العالم على هجوم لعناصر حركة حماس على القواعد العسكرية ومستوطنات غلاف غزة هذا الهجوم جعل المجتمع الدولي متعاطفا مع إسرائيل في بداية حربها ضد حماس لكن بعد أن تبين استخدام إسرائيل الأسلحة المدمرة ضد المدنيين دون رحمة طيلة أكثر من سبعين يوما الأمر الذي أدى لسقوط أكثر من سبعين الف ضحية بين جريح وقتيل بدأت لهجة المجتمع الدولي بالتغير شيئا فشيئا وأخيرها تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية كاتخينا كولونا خلال زيارتها لتل أبيب اليوم حين أعربت عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع في قطاع غزة مطالبة بهدنة جديدة فورية ومستدامة كما شكلت تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون مع نظراته الألمانية أن لينا بيربوك في المقال الذي نشرته صحيفة ساندي تايمز تحولا في لهجة البلدين رغم أنها لم تصل بعد إلى حد المطالبة الفورية بوقف إطلاق النار وزيرة خارجية بريطانيا وألمانيا دعا إسرائيل إلى ضرورة أن تبذل المزيد من الجهود للتمييز بشكل كاف بين الإرهابيين والمدنيين كما شدد الوزيران على إصال المزيد من المساعدات إلى غزة خاصة في ظل التحذيرات المستمرة من كارثة إنسانية جراء النقص الكبير في المساعدات هذه التغيرات في المواقف وصلت إلى داخل المؤسسة الأوروبية حين ألمح مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف في الضفة ضد الفلسطينيين وفي رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شاعل ميشيل اقترحت كل من بلجيكا وإرلندا وملطا وأسبانيا فرض حظر سفر وتجميد لأصول المستوطنين العنفين الذين يهاجمون ويشردون الفلسطينيين قادة إسبانيا وبلجيكا وإرلندا وملطا دعوا مجددا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية مشيرين إلى أن ذلك سيدعم السلام في الشرق الأوسط الوزراء الأوروبيون طلبوا بوقف إطلاق نار إنساني في غزة لوقف المذبحة ودعم السلطة الفلسطينية مشددين على ضرورة تبني موقف حازم بشأن هذه النقطة خلال اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عزمة واشنطن هي الأخرى على فرض حضر سفر على العشرات من المستوطنين وأفراد عائلاتهم بسبب العنف ضد الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة